شو اكتشوب بغداد بألقها السابق بصورة شاملة من جسور من طرق حسب الخطة المخليها جنابكم الكريم اذا تم تطبيقها بصورة وابحة وحقيقية من انطبق اهم مشروع راح نعمل عليها ونوقع عليها الاسبوع القادم وهو الارتقاء بكل منظومة عمل امانة بغداد من خلال التحول الرقمي في مدينة بغداد بكل مؤسسات امانة بغداد التحول الرقمي هو الحوكمة واتمتت كل الجباية الالكترونية هذا الموضوع بعد ما اكون عمل يدوي حتى عملية العقارات راح تكون هناك داتا بيس قاعدة بيانات مهمة عملية الجباية راح تكون هذا كله راح يعظم ارادات امانة بغداد انا اتألم من اقول انا اريد من الدولة بالوقت الحاضر لان واقع المؤسسة هو بهذا الشكل هذا احنا كل البلديات في كل البلديات في كل العالم هي اللي تعطي الى الدولة مو تاخذ من اعدها بصورة كاملة هل قطعات لأكو قطعات لا 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 احنا شوف المدينة ثرية دائما ثرية بعقاراتها ثرية بجباياتها ثرية بضرائبها هذا كله تجمع بطريقة منظمة من خلال التحول الرقمي اللي راح يصير في مدينة بغداد هذا مهم جدا طبعا اريد انوه الى شيء مهم وهذا ليس مجاملة هذا الموضوع تبنى السيد رئيس الوزراء ولذلك عملنا عليه بشكل كبير ورح نبشر البغداديين انه رح نبرم هذا المشروع ونبتدأ به ونشرع به خلال الاسابيع القليلة القادمة فترة اللي شبين نور خلال شهر خلال شهر خلال شهر رح نبلش ان شاء الله هسنا في طور عملية تفاوض واسعة وكبيرة ان شاء الله مع جهة مختصة ورصينة بالموضوع الى خبراتها الواسعة وهذا الموضوع رح نشرع به خلال اقل من شهر طيب عملية التعاقد على قدم وساق رح اخذنا عصارة الخبرات اللي موجودة بالمدن والامانات اللي موجودة في الخليج العربي وكل الدول والمدن المهمة المجاعدة طيب اعود الى تشجير بغداد نعم مهم بغداد مثل ما تعرف وصلنا الى مرحلة شبه تصحر والاتربة والغبار هل من مشروع تشجير وعادة الخضرة الى بغداد مع العلم اماكنة محدثة حاليا للأسف المشاريع الاستثمارية السابقة اللي صارت حدت كثير من المساحات الخضراء داخل مدينة بغداد اضافة لانه ايضا التوسع العشوائي بالدور السكنية اللي هاي التقطيعات الخمسينات اللي قلتها حضرتك قضت على الحداق الغناء في المساحات اللي موجودة ببيوتنا السابقة وكانت بها رفاهية كبيرة بشكل عام الستندرد يقول من 16 الى 20 متر مربع لكل مواطن في المدينة منطقة خضراء احنا بحساباتنا ماكو اقل من متر مربع حافظنا على الزوراء ورح نبقى نحافظ على الزوراء كمتنفس اخضر ومفتوح داخل مدينة بغداد ايضا حافظنا على غابة بغداد بمساعدة السيد رئيس الوزراء في التاجهيات وهذه رح ايضا يكون متنفس اخر لهذه لبغداد طيب وجود احنا عملية التجيير هي واسعة عندنا نشجع كل عملية التجيير داخل المدينة وبدنا نحد من طبعا عندنا امر امر من هيئة الرأي انه من حول اي منطقة اي منطقة هي من ضمن صلاحياتي لكن من حول خبنا قرار بهاية الرأي اي منطقة حدائق او تجيير او متنزهات تتحول الى فعاليات اخرى مساحة معسكر رشيد شن وضحها مساحة معسكر رشيد تعرف بها كثير من العشوائيات ودخل الى اكثر من مرة بفكرة المشاريع الاستثمارية ولم ينجح لحد الان لكن هو ايضا رئيه مهمة لمدينة بغداد باقامة العديد من المشاريع وممكن اقامة هذه المشاريع جزء من عدها هي المساحات الخضراء وان تكون بيئة حضرية تطبق بيها كافة المواصفات بحجم المساحات الخضراء المناطق المفتوحة يوجد خط زمني؟ لا لحد الان ماكن لان هذا يشوف هذا الموضوع احنا لازم ننظم العملية الاستثمارية داخل مدينة بغداد انا لحد الان احتيها بصراحة غير مقتنع بالعملية الاستثمارية لمدينة بغداد ادعو هيئات الاستثمار انه مو كل مستثمر يجي يجيب لها مشروع يجون يقدمون يا مدينة بغداد احنا مرات احنا دنواجه ايضا حتى ضغوط برفض بعض المشاريع الاستثمارية يعني يتوقع المستثمر اي مشروع يجيبه وجانه من خلال هيئة الاستثمار يجب ان يقبل